أكد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو أن مؤتمر البرلمانيين الشباب شهد على مدار يومين عملا جادا ومناقشات حرة فعالة فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ والتحرقات القوية من أجل مكافحة الظاهرة وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصرية أشار باتشيكو إلى التزام شباب البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم بالتوصل إلى حل لظاهرة تغير المناخ لفتن إلى تأثيرها على حياة الجميع وفي تصريح خاص للتلفزيون المصرية قال رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو قمنا على مدار يومين من العمل الجاد والمناقشات الحرة الفعالة بمناقشة قضايا تغير المناخ والتحركات القوية من أجل مكافحة تلك الظاهرة قابلنا أكثر من مئتين من شباب البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم هذا يعني أن قادة المستقبل لعالمنا هذا ملتزمون بحل تلك المشكلة وإيجاد حلول لها تغير المناخ حقيقة واقعية وليست نظرية إنها تؤثر على حياة الجميع وليس فقط على حياة الأشخاص الذين يعانون منها بشكل مباشر ولكنها تؤثر على نقص المياه والغذاء وأسعار الطاقة فعلى سبيل المثال منذ خمس سنوات مات أكثر من مئة شخص في بلد البرتغال حيث حرقت غابات ودمرت آلاف الأشجار ومئات الواحات التي يعيش فيها الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر